اهو جاليك اهو اهو جاليك اهو اهو جاليك اهو اهو جاليك اهو روّق ذاليك اهو اوعي بعثان يا عني والوحدة تاخدوه مني اوعي بعثان يا عني اوعي وحدة تاخدوه مني والبلد منك ياخدوه اهو جاليك اهو روّق ذاليك اهو اوعي بعثان يا عني والوحدة تاخدوه مني وعي بعيد سانية عنك وعي وحدات تخدوه منك والبلد منك يا غير الأفراح الشعبية في مصر في الجواز تحديدا هي متنفس الناس للفرحة حدث بينتظروه ويخططوله ربما سنين عشان ينبسطه وعشان كده أغاني الجواز فيها كل البهجة بس لما تيجي تسمحها كويس واتدقق في كلامها هتلاقيها مش مجرد أغاني للتسلية والترفيه دي شايلة معاها عدات وتقاليد وصور للبيئة المصرية نظرة المجتمع للنسب والعيلة النصيحة والإرشاد للعروسين إزاي العروسة تحافظ على جزها وبيتها إزاي تتعابل مع حماتها وإزاي العريس ياخد باله منها وأغاني تانية فيها من الجرأة اللي بيخليها تناقش أدق التفاصيل بين الراجل ومراته نورة صبحي بيعي الضهجة واحدة من أشهر نجمات أغاني الأفراح في مصر حفظة القديم المتوارس من أجداد الأجداد وبتقلف جديد مع إنها ما بتعرفش لا تقرأ ولا تكتب مهمتها العامة إسعاد اللي بيسمعوها والخاصة كسر حاجز الخجل عند العروسة أخذ منه المحفظة يا عروسة يا عروس أخذ منه المحفظة يا حلوتك يا عروس أخذ منه المحفظة ما لفست لبيتها وخلعت لبيتها بتفرج عميتها على شغل المحفظة يا حلوتك يا عروس أخذ منه المحفظة يا عروسة يا عروس أخذ منه المحفظة يا حلوتك يا عروس أخذ منه المحفظة ما لفست خل خالها وغلعت خل خلها ما لفست خل خالها وخلعت خل خلها بتفرج جيرانة على شغل المحفظة يا حلوتك يا عروس أنا بدأت في الفن الشعبي وأنا عندي تسع سنين تسع سنين؟ منين بقى البداية جدت كذلك؟ البداية كان الحاجة خضر الله يرحمها والحاجة صبيحة طبعاً عميتي كنت نظر كتبت الشغلية وعميتي مع بعض كنت صغيرة ما كنت بروح أتفرج عليهم هم بيغنوا في الأفراح البلدي وكده وفاة مش بقى ونا قاعدة كده بداندن غنية كده حاجة خضرة لقيتني لقيتني تعالي تعالي ده النصوص الجميل لا ده أنا لازم أعلمك خدتني بقى مع الأفراح كان بتقول علي أن أنا بنتا أنت عملت أول فرقة كان عندك 10 سنة؟ أول ناس تغني معاك؟ لا أنا عملت الفرقة الشعبي الفلاحي دي من 10 سنين من قريب يعني؟ أه إنما أساساً كان الفني الشعبي بس كانت رحي أفراح تغني فني شعبي أفراح الشعبي أو موويل أغاني كده وأنت أصلاً من أنا وجيتي شبرة هنا بعد ما اتجوزت واستقررت أه في أغاني معينة بتغنيها لمراحل الجوازي يعني الحنة ليها أغاني العفش لي أغاني آه فيه آه آه وليلي كده ما تأحكي لي بقى الحنة 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 عريصي ولا غاوي ده في الحنة آه والتنجيد يا منك جد علي المرتبة دي أشهر غنوة آه عرصتنا حلوة مؤدبة آه دي على التنجيد والغلة 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 غلتنا والمية في قلتنا أحلى من الأولى للإناوة إنه فيه حاجات كتير على العروسة وعلى العريص وعلى الشيخ البلد وعلى المأزون فيه أغاني على المأزون كتب كتابة آه فيه زي إيه الأغاني كتابة كتبوا كتابك يا نقوت عيني كل بلد ببقى فيه كتب كتابة نروح نغني في كتب الكتابة فيه حنة نغني عن حنة فيه غلة يعني طلبوا أغنية على الغلة أو كده أو كده أو كده نوح نوح إليم برضه الأغاني دي كلها تراثي ولا أنت بتألفي؟ لا أنا عامل أغاني من عندنا ما باخدش أغاني حاد ببقى قاعدة بس فيه تراث بتغنيه كمان آه حمام الودعالي والحاجات آه فيه آه التراث القديم ده كان عادي كانوا بيحضوا قدام البيوت كده ويغنوا للبنات وكده بتبقى لما حول منا ونقعد نغني ونعمل إيه الأغاني اللي أنت أغاني دوسي العروسة أه قلت لك دربالة دي آه يا حلاوتك يا عروسة الحاجات دي آه أغاني كتير فلاحي أنا ببقى قاعدة في البيت وأسمح حاجة صغيرة كده أروح عامل عليها تراث تربح كبلاءات تسمحيها بدين يعني يعني مثلا واحدة بتتكلم واحدة بتقول يا أمو يا أمو حمادة النبي أمو حمادة مش عفق ما روح يا حمادة يا روح ما روح يا حمادة ما روح يا حمادة لو شفت شعره يابا يابا منطوره ورا دهره يابا يابا لا تقبض مهره يابا يابا والواتحة ما دعمل له إيه العروسة على البوسات يوجوسي ههي جات عروستنا ورنت غوشيتا فراحة أبوها ورقصة عميتا فرح العريس ويجال حلالي يا فلوسي دوسية العروسة على البوسات ودوسي ههي جات عروستنا ويجال حلالي يا فلوسي دوسية العروسة على البوسات يعني ربنا من دين الزكاء ان انا اخش الستيديو حتى لو حبيت الشرايط اللي كنت بتسجيلها دي ما اعملش برفاق لا مرة واحدة على طول اخد بعدي واطل على الستيديو معايا واحد بلقامي الكلام في ودني وانا جوا الستيديو وبرص بقى مفيش برفاقات طبعا لازم الاغاني دي تعمله برفاقات شريت ساعة اقول له سيب على الله وكتبي الاغاني وانا كانت فيه حاجة نقصة ولا حاجة اروح من زودة قبل اولا اتنين او في قبل امش بقى لابد بروح مغيرها وانا في نفس الوقت انا هو وقتها وانا واقفة اه انتي عملت كم البوم؟ كم شريت كاسد؟ لا كتير عملت شريت عملت غريف السكر السفر كان اول واحد؟ اول شريت عملته للي طلو الحب كويني كان ثلاثات سعيدي اه ثلاثات ثلاثات يعني ايه ثلاثات؟ يعني ثلاثات بنقول ولا انت باشا ولا مالك ولا صاحب عزب وما مالك ما تسيب الملك للمالك بس احنا بنقول كملاهات غريبة اه وهو نفس الريتن اه ده اول شريت كلية عملت بمتين وخمسين جنيه اول شريت كلية انت خدت المتين وخمسين ولا انت دفعت انا خدت المتين وخمسين كان اول شريت اعمله موسيقى 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 والحمام البلدي يا حلاوة يما الحمام البلدي هيعلمك العشق يا ولدي من يشتريك يا حمام مني جوف الحمام والحمام مني من يشتريك يا حمام مني قوليلي اللقاعات اللي بتستخدميها عطب لكتير فيه صنباطي فيه شعيدي ايه صنباطي دي؟ لا يعني مسلا ده مسلا ريتم كده فلاحي ده سعيد انا مجدس بمشي الطابلة الاول ولا بعرف الطابلة بس انا غويتها غوتيها؟ غويت الطابلة وهي كمان جزء اساسي في شغلك اه هي شغل يقولك ما يجو الفرح يقولك احنا عايزين الطاب دايما اسمع ان فيه اغاني جريئة كده في العروسة كده في مجتمع السكات تتغنى لما بيكون قاعدين يقولك المصلا عنه بتبقى مجموع قاعدين كده بتخش يقولك ايه؟ ايوا يا وديا ويلعا خدها ونزل الترعا طالع يقول تا 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 نزل يقول تا 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 حليف يامين بالتلاتة ما هي نازل الترعا بتبقى مجموحة اللي هما بيه؟ الستات المقفولة اه اه والغرض منها ان ان جرعوا العروسة ان ايه يعني فايه هي صلاح ويبقى مفيش طابلة بيبقى ويبقى 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 وي قلت لها يا حلوة وريني على شعريك ويفراجيني قالت لي روح يا مسكيني كان شعريك سألت جمالي عيني دورة يا يا دورة شامي يا مرسوس على الصواني عيني دورة يا يا دورة شامي يا مرسوس على الصواني عيني قلت لها يا حلوة وريني على قرطيك ويفراجيني قالت لي روح يا مسكيني كان شعريك سألت جمالي شعريك سألت جمالي عيني دورة يا يا دورة شامي يا مرسوس على الصواني عيني دورة يا دورة شامي يا مرسوس على السوال